بسم الله الرحمن الرحيم اشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان ننسلك كل فيديوهاتنا واللايك للفيديو عشان نستمر بنشر المزيد ان شاء الله السؤال الاول كتير من الاخوة المتابعين بيسألوني عن افضل المزارع الموجودة في مصر علشان يتعاملوا معهم طبعا في الموضوع ده هقول كم اسم ومش بالضرورة لما انسى اسم انه يكون مزارعة مش كويسة ولكن هنقول لا اسمال معروفة واللي شفنا منها خيول كويسة ولها اسم كبير في التربية ومن غير ترتيب زي مثلا مزارعة البادية ودي معروفة عالميا وصاحبها الدكتور نصر مارعي رحمة الله عليه من افضل المربين في العالم ومزارعة سقر صاحبها المهندس عمر سقر مزارعة عريقة برضو وانتاجها مميز وطلعت ابطال ومزارعة الفريدة مزارعة متميزة عالميا برضو طلعت ابطال زي ببرس الفريدة وادهم سقر وطبعا بيملكه البطل امبوريا البارس ومزارعة البيداء برضو بتطلع ابطال ومزارعة شيخ العرب من المزارع العظيمة هي ومزارعة بدراوي ومزارعة الجبري ومزارعة الزهوة ودي انا عملت اعلانين لخيولهم على القناة وعندهم خيول تانية شفت فيديوهات لخيول تانية عندهم ما شاء الله انساب جميلة وانتاج محترم وفي مزارع تانية كتير ولكن دول الابرز وفي الاصل لازم نقول ان محطة الزهراء مزالت محتفظة بمكانتها كنها هي الاساس في كل ده ومزال موجود فيها خيول عظيمة وخطوط نسب ندر وهي اصل الحصان العربي المصري في العالم كله السؤال التاني من الاخ جمال صالح وبيقول ايهما افضل التلقيح الصناعي او الطبيعي للخيل الموضوع ده فيه اختلافات على حسب الظروف يعني التلقيح الصناعي له مزايا ولعيوب والطبيعي له مزايا ولعيوب ولكن في النهاية الطبيعة والفطرة اللي ربنا خلقنا عليها هي الافضل في النهاية وبمقاييس البشر هنلاقي من مزايا التلقيح الصناعي زي توفير اللقاحات الفحول العالمية في جميع الدول وتوفير التكاليف بتاعت نقل الفرس لمزرعة تانية وانها تفضل في مزرعة غريبة عنها في فترة التزاوج وزيادة عدد الفرسات الملقحة من فحل واحد سنويا وده لان كمية السائل المنوي للفحل في المرة الوحدة طبيعي بتكفي لتلقيح حوالي خمس فرسات بشكل صناعي غير حماية الخيول من نقل العدوى والامراض التناسلية بشكل كبير غير انك تقدر تحتفظ بكمية من السائل المنوي للفحل الفترة كبيرة حتى بعد نفوقه وبرضو له عيوب ومخاطر زي الأخطاء البشرية في عملية التلقيح وفرصة الإخصاب فيه أقل من الطبيعي أما التلقيح الطبيعي ففرصة الإخصاب فيه بتكون أكبر من الصناعي غير ان السائل المنوي للفرش أفضل من المجمد طبعا واستنتاج الشخص في النهاية ان الموضوع متوقف على حسب ظروف كل حالة يعني لو الفحل اللي انت شايف صفاته مناسبة وانت محتاجها في مزرعتك متاح في مكان قريب منك يبقى التلقيح الطبيعي له أفضل ومزال كتير من المربين بيفضلوا التلقيح الطبيعي وعندوهم تخوف من الصناعي بس مع التطور الموضوع بيتجه للتلقيح الصناعي نوعا ما وده للمزايا اللي ذكرناه السؤال الثالث من الأخ محمد من المغرب بيقول هل يتم بيع بويضات الفرس وعاوس شرح الموضوع نقل الأجنة في الخيل بيع البويضات عملية محزورة من منظمة الواهو اللي بتمنع تسجيل الخيل المولودة من تلقيح البويضة في المعمل لأن فيه شبهات ومخاطر كتير أما نقل الأجنة فهي عملية صعبة حواليها مخاطر كتير علشان كده مش لازم تتعمل غير على ايد اختصاصيين بيطاريين متمكنين في الموضوع ده وفي ظروف معينة في ظروف معينة فقط بس بيلجأ بعض المربين لنقل الأجنة زي مثلا فرس كبيرة في السن وينتاجها جميل وعليه طلب ومش هتقدر على صعوبات الحمل والولادة فبيتم تلقيحها وفي وقت محدد بيعملوا نقل للجنين لفرس تانية مستقبلة وهي اللي بتكمل الحمل والولادة لمهر الفرس الكبيرة في السن وفي فرسات بتشارك في مشابقات ومش عاوزينها تتأخر في المشاركات فبيلقحوها ويعملوا لها نقل الأجنة علشان تقدر تكمل مشوار المشابقات ده غير ان المربين أو قاد بيحتاجوا يزودوا انتاج فرس معينة في طلب على انتاجها وعاوزين ينتجوا منها عدد أكبر فبتتلقح وبتعمل لها نقل الأجنة أكتر من مرة في فترات قريبة وبالتالي انتاجها بيكون أكتر السؤال الرابع من الأستاذ محمد دنيا وبيسأل عن كيفية معرفة جودة الخيل وأصلته جودة الخيل تلت فروع الفرع الأول جودة الصفات الجمالية اللي بيملكها الحصان الرأس مسلسة وشكلها أنيق العين واسعة وجميلة المناخير واسعة الرأبة مقواصة وطويلة السدر عريض وواسع خط الظهر قصير ومستقيم الأرجل والقوائم معدولة وقوية الكفل حجمه مناسب وكويس وشكله قوي وجميل الده المرفوع برفرف زي العلم القوة البدنية بتاعت الحصان وحركة الحصان تكون متنغمة ولها إقاع شخصيته الحصان وكارزمته كل دي صفات جمالية في الحصان بتعبر عن جودته بالصفات الجمالية الفرع الثاني جودة النسب أن الحصان يكون بينحدر من نسب كويس من ناحية الأب والأم وطبعا بيكون مزيج من الصفات الوراسية من الخطين وكل ما كان شجرة النسب للحصان فيها أبطال وخيول معروفة بالجودة كل ما زاد في جودة نسب الحصان الفرع الثالث هو جودة الانتاج أن الحصان يكون قادر أن ينقل الصفات الجميلة اللي ورسها لإنتاجه بشكل مميز وجميل وكل ما زاد الجمال والجودة في أبناء الحصان كل ما أثبت كفاءة وجودة عالية في الانتاج أما عن جزئية الأصالة فدي بتكمن في نقاء الدم وعدم اختلاط الأنساب بسلالات تانية والصفة دي برزة جدا في الحصان العربي من زمان أو من قديم الأزل بسبب اهتمام العرب بخلهم وأنهم كانوا بيعتبروها أفراد من العيلة وارتبطت الصفة باسم الحصان العربي فتسمى الحصان العربي الأصيل السؤال الخامس والأخير من الأخ سليم مصري وبيسأل عن رسن الفحل WH Justice WH Justice رسنه سقلاوي جدراني وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو استنونا في فيديو جديد مع سلسلة فيديوهات الخلول العربية نتمنى الفيديو يكون عجبكم وياريت ما تنسوش اشتركوا في القناة ولايك للفيديو شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة